يمكن الحديث عن حيوية ظاهرة في الإصدارات الأدبية في الفنون التشكيلية في السينما في المسرح في الخليج لكن نادراً ما يمكن القول أن هذه التجارب الثقافية تقترب من السؤال السياسي بشكل مباشر ما رأيك؟ أنها تقترب أو لا تقترب؟ أنها لا تقترب لا تقترب من السؤال السياسي بطبيعة الحالة لا تقترب الذي يقترب من السؤال السياسي هي الأعمال الأدبية لأنها أعمال فردية لكن الأعمال الجماعية التي يجب أن تنجز تحت عين السلطة كما يقال مثل الأعمال المسرحية والسينما والدراما هذه لا تستطيع أن تقارب السؤال السياسي لأن هامش الحرية هامش ضيق وليس في الخليج فقط في الحقيقة ولكن أيضا في العالم العربي مع فروقات أحيانا كبيرة الآن في الخليج عندما نتحدث عن المسرح والسينما والتجربة التشكيلية علينا أن نتذكر أيضا أن هناك تراجع الآن وسأقول لك باختصار لماذا هناك تراجع يعني المسرح في قطر مثلا قبل عشرين سنة هو أفضل منه حالا اليوم المسرح في الكويت طبعا تراجعا خطرا والمسرح في عمان في السبعينيات والثمانينيات كانت متقدمة لماذا؟ لأن المؤسسة الثقافية ليست الثقافية لا تفكر بعقل المثقف لا تدار بعقل المثقف لا تدار ثقافيا في الحقيقة إنما تدار بطريقة الاستتباع تريد شكلا ثقافيا يخدم أجندات معينة أجندات سياسية أو أجندات ترويجية أحيانا أو أجندات دعائية وليس إبداعية لذلك تراجع الذي تقدم هي الأعمال الفردية وهذا ما ذكره بالفعل الدكتور أحمد أن هذه المبادرات وهذا الإبداع هو فردي بالأساس هل تعتقد إذن أن الثقافة ليست أولوية لدى السلطة الآن؟ هذا التراجع في المشهد الثقافي إذن ما بين الآن والماضي أنا أعتقد بأن الثقافة أحد أذرع القوى الناعمة التي يجب أن تستخدمها السياسة الخارجية لأي بلد وهذا ما استخدمناه نحن حاليا قبل فترة في مونديال قطر 2022 حيث أبهرنا العالم في قضية الثقافة بالأساس سواء كان الثقافة المادية أو الثقافة اللامادية أنا أعتقد بأن الثقافة تسير جنبا إلى جانب مع جهود السياسة وما أبحثها بين قوسين الدعاية السياسية ولكن في نفس الوقت لما قال الدكتور جهود فردية وأنا قلت أقصد أني أنا لا أستطيع أن أبدع وسيف الرقيب على ورقتي هذا يقتل الكلمة لذلك نحن دوما نطالب بأن يكون هامش الحرية للكاتب والمسرحي ولأصحاب الدراما يكون أوسع شوي وأنا لا أعتقد أن يكون هناك كاتب يعمل ضد مجتمع التوجس من حرية الكاتب هذه سلوك جاءنا في الستينات والسبعينات اليوم أنا أعتقد أننا كلنا مخلصون لأوطاننا وبالتالي عندما نكتب يجب أن نكتب بحرية صحيح الحرية نقرنها بالمسؤولية أنا لا أستطيع أن أجعل شاب عمرها 16 سنة يعني تقرأ كلام ما يجري في الغرف المظلمة لا أنا أقول في روايتي وأغلغ الباب انتهى الموضوع سكرت الباب إذن المشهد بدون ما وصف المشهد ما وراء الباب فبالتالي الكاتب عنده حيل وعنده اتجاهات كبيرة أنه ينتج فمسألة الحرية أنا أشكرك على طرح هذه السؤال للمسألة الحرية قضية أساسية في قضيات الإبداع طبعا لكل إنسان حتى المبدأ في عمل الإداري سمع لي رأي دكتور علي دكتور علي ما رأيك بما قيل وكيف ترى أيضا دور المتقف أمام هذا المشهد سواء علاقته مع السلطة السلطة السياسية والاجتماعية في المجتمع الخليجي يعني مثل ما ذكرت أن المثقف اليوم مثقف اليوم يعيش أزهى حالاته ويعني أكثر نشاطاته بدليل هذا الإبداع الكثير الذي أنتجه وأظهره إلى العالم نحن كنا ناقشنا قضية وصول هذا الإبداع إلى الطرف الآخر عبر عمليات الترجمة التي وصلت إلى تقريبا أكثر من 35 لغة سيدات القمر مثلا لجوخة الحارثي ترجمت إلى عدة لغات وغيرها حتى الرواية السعود السنعوسي في 2013 فوز بجائزة البوكر جعل من هذه الرواية أن تنشر بلغات كثيرة وجعل العالم يطلع على ثقافة الخليج والمثقف الخليجي ووصل في هذا اللون وفي غيره من الألوان والأجناس الثقافية الأخرى فهو يعيش أزهى حالاته المثقف اليوم اشتركوا في القناة